تعالى نروح لموضوع كارلوس كيروش وقرر النهاردة مجلس إدارة اتحاد الكورة انهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر والتخارج ده حصل بالتراضي بعد الاتفاق ما بينهم على الاكتفاء بالفترة اللي فاتت مجلس إدارة اتحاد الكورة عمل الجلسة دي النهاردة لمنقشة مصير كيروش طبعا للأسف بعد عدم تأهلنا لبطولة كاس العالم سنة 2022 في دولة قطر وهنا يجي السؤال يا طرى هل طرى مين بعد كيروش وهنا بقى هنبدأ نرجع للمحللين بتوعنا وأنقاد الرياضيين وكتابنا الرياضيين الكبار يقولوننا يا طرى الترجيحات ذاهبة إلى مين أو على الاقل الشورتليست مين تلاتة أربعة عايزين نعرف برضو الأسامي اللي ممكن تكون بتجول في الخاطر للتعاقد معا ونتمنى انه يبقى حظنا أكثر توفيقا في اختيار المدرب أو المدير الفني القادم ترجمة نانسي قنقر